اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لم تتعدل 5 مليمترات وتقريبا تواصلت الاجواء على نفس الوطيرة خلال هذا اليوم واكثر معطيات نشوفهم قعدة من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي والميز تقص اليوم هو تقريبا ظهور مجموعة من السحاب الكثيفة في اغلب مناطق البلاد مازلنا معنين بتواصل تمركز نفس الكتلة الهوائية البردة واتباعا لذلك نحكي على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة القصوى اليوم لم تتزاوز ثمانية درجات بالمرتفعات كانت من بين 11 لل16 ببقية مناطق الشمال ورصات سجلنا 15 بيتونس العسمة وبنسبة لولاية الجنوب تروحت الارقام من بين 14 إلى 19 درجة وانجم نشوفه ايضا منخفض للضغط الجوي متواجد حاليا على مناطق الجنوب هو اللي بيش يعمل على تقريبا هبوب ليحمل قطاع الشرقي اللي بيش تعمل على تزويد المنظومة الجوية برتوبة لازمة واتباعا لذلك مزالت الوضعية الجوية تحمل في طياتها مؤشرات الأمتار بغزالة ونحكي تقريبا على وضعية جوية تعرف بوضعية الرجوع الشرقي وتطلب منها نصيب كبير من اليقظة والحيطة والحذر فيما يخص تراكمات الأمتار باعتبار تشابع الأرض بالأمتار نتيجة لهطولات الهمة اللي حكينا عليها ممكن في انطلاق النشرة هذه اللي لا نحكي على نزول الأمتار بكمية نسبيا همة في مناطق شمال أمتار تحافظ على تباح الرعدي وتساقط البرد بأماكن محدود الجانب الحركي يطلب منها جانب من الحيطة والحذر باعتبار أن البحر يكون شديد الاضطراب وسرعة الريح تتجاوز مواقع تسعين أثناء مرور وتكون صحب رعديا درجة حرارة ليلا تكون في مستوى الأربع درجات بالمرتفعات وتتراوح الأرقام من تسعة لأربعتاشن درجة ببقية مناطق البلاد بالنسبة اليوم الغد إن شاء الله ما زلنا معانين بنفس المواصفات الشتويات تواصل نزول الأمتار في أغلب مناطق البلاد تكون غزيرة بدرجة أولى في ولايات الشمال تساقط البرد بأماكن محدودة خاصة في فترة ما بعد الظهر بالنسبة للحرارة القصوى المتوقعة اليوم الغد فتقريبا من المتوقعة تجيل 15 درجة في قليم تونسي الكوبر 14 في جيت وتن القبلي 13 في زغوان في أقصى شمال في بنزرت تقريبا الحرارة القصوى في نفس المستوى 13 في جندوبة وفي باجة 12 في سليانة و10 درجات بالكيف بالنسبة للتالي توقع 9 درجات تواصل نزول الأمتار أيضا بالقيروان 17 درجة 15 في سوسة بالمناسير وال 16 درجة بالمهدية بعاصمة الجنوب السفاقس وقرقن 16 درجة تقريبا في نفس المستوى بسيدي بوزيد قلب القاسرين 12 درجة ومواشرات نزول بعض الأمتار المتفارقة في ولاية الجنوب بمكان سجل 14 درجة في قفصة 16 بتوزر في قبلة 16 في قابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة من المتوقعة تزيل 17 درجة 18 بمدنين بتطوين و21 برمادة بالنسبة للملاحة والسيد البحرين ما زالت النشرات الجوية التحذيرية سارية المفعول وبسواحلنا الشمالية منطقتين سيرات وخليج تونس رياح تكون في أغلبها من قطع الشرقي سوراتها من 25 إلى 35 عقدة وتتجاوز الـ 45 أثناء مرور وتكون الصحاب العديو والبحركون شديد الاضطراب فهائج بالنسبة لخليج حمامات واجهة الساحل وصولا لمنطقة تشاب رياح شرقية سوراتها من 25 إلى 35 عقدة وتتجاوز أيضاً الـ 45 أثناء ظهور الصحاب العديو والبحركون شديد الاضطراب إلى هائج وبخليج جابس سوراتها رياح تكون من بين 20 إلى 30 عقدة وتتجاوز الـ 40 أثناء مرور وتكون الخلايا العديو والبحركون شديد الاضطراب كالعادة نمدلكم فكرة حول حالة التقس ببعض المدن والعواسم الأجنبية نوكشوت 25 درجة تقس مشمس بالمغرب الأقصى 14 بالجزائر مع نزول بعض الأمتار بشبه الجزيرة العربية تقس سافي بالمدينة منورة بمكة المكرمة بعد سحب دوحة وبمسقط وتقس مغيم بأبوذبي 28 درجة نتوقع أجواء صافية بالكويت 24-23 ببغداد حرارة في أوائل العشينات بدمشق 19 في بيروت 18 درجة بالقدس الشريف بإستنبول 12 وبأوروبا نتوقع أجواء مشمسة بروم 22-17 في فيينا ببرلين 18 بجونيف وببريس أيضاً بمرسيلي 18 درجة وبشبه الجزيرة الأيبرية ممكن سجله 19 في مدريد وبلا شبون تصل حرارة قصوى المستوى 22 درجة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة وتساولات على تطور الوضع الجوي خاصة خلال نهاية الأسبوع يوم السبت مؤشرات الأمطار الرعدية تبقى متواصلة في الشمال في الوسط ومحلياً في الجنوب فيما يخصها الجنب الحركي رياح تكون مياه قطاع شرقي بالشمال وبالوسط الجنوبية بمناطق الجنوب قوية نسبياً قرب سواحل ومعتاد لداخل البلاد البحر يكون شديد الاضطراب مضطرب وفيما يخص درجة حرارة قصوى فمن المتوقع بشتراوح من بين 10 ل 15 درجة بالشمال وبالمرتفعات وتتراوح من بين 15 ال 21 ببقية مناطق البلاد يوم الأحد نحكي وممكن على مغادرة تقالبات الجوية لبلادنا بصفة رسمية ممكن بقايا أمتار في السواحل الشرقية فيما عدد ذلك ظهور سحب عبرات تتقلص حدة وفعل تريح الشرقية تكون ضعيفة لمعتاد للبحر يكون مضطرب إلى قليل الاضطراب وفيما يخص رجل الحرارة فمن المتوقع بالسجل ارتفاع طفيف مقارنة بيوم السبت موعد شروق والغروب ليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة سادسة وعشرون دقيقة وغروبه في الساعة سادسة وثلاثة وثلاثين دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بقنوات الاتصال الخاصة بالمعهد الوطني للرسل الجوي موقع الواب تروا دوبلي فيب وميتيو بونتين تبعثوا إرساليات قصيرة وللتصل برقم الموزع صوتي ثمانية وثمانين أربعين أربع أسفار أوقات صالات اليوم الغد صالات صوح بداية من رابعة وثلاثة وخمسين دقيقة صالات الجمعة متصف النهار وثلاثة وثلاثين دقيقة صالات العسر في الساعة الرابعة إلا ست دقائق صالات مغرب في الساعة السادسة وخمسة وثلاثين دقيقة وصالات العشاء بإذن الله في تمام الساعة الثامنة مساء شكرا على حسن وتابع الاهتمام وإلى اللقاء